وصل صوتك بارك الله فيك على التصليح وسمحني على نعتذر على الخطأ البارح كان فيما اجتماع شعبي من تطوين هل هي بداية لاجتماعات شعبي؟ نعم تواصل على كامل تراب الجمهورية؟ نعم بنفس الرسالة؟ مناش مسلمين؟ حسب الاب مناش مسلمين ورسالتنا من قبل هذه الرسالتنا من 23 ديسمبر 2014 مساءًا معنا معيش حاجة جديدة باش تواصل الاجتماعات هذية في كامل تراب الجمهورية نعم رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوجي له صوت مسموع في تونس عند عدد من التوينسة نذكر مليحة نجاب تقريب 45% من نسبة التصويت في الانتخابة الرئاسية في 2014 فعلت مع عدد برشة من المواطنين التوينسة تقريب نص التوينسة كانوا صوتوله دونك عنده كلمة مسموعة وقت يتكلم في أي بلاسة ولا حتى وسائل علامة تهتم بالكلم اللي يقوله مهما جاءنا وعيدة التعليق والتفاعل أما على الأقل هناك اهتمام ما يقوله في وسط هالفراغ متاع المبادرات السياسية والتحركات السياسية كل واحد شي تقجره هو اختار أنه يخرج ويمش ويتحرك ويتحرك وبدائما تطوين وينتحصل على أكثر نسبة من الأصوات هي ولاية تطوين مانش مسلمين فيش مانش مسلمين في الدفاع على الدستور لأنه اعتبرنا الدستور مهدد مانش مسلمين في الدفاع لانتقال ديمقراطي لأنه اعتبر انتقال ديمقراطي مهدد مانش مسلمين في مطالبنا وفي نظالنا من أجل إصلاح الوضع في البلاد اللي نعتقد أنه فيها عثرات في المسار الإصلاحي للوضع في البلاد ما تشمسلمين في اعتبار حق التوانسة في منظومة جديدة ما تشمسلمين في الحريات ما تشمسلمين بصفة خاصة في الحقوق التنموية اللي يعطيها الدستور للتوانسة وخاصة مسألة المركزية والحكم المحلي أنا بوم نسمع لكل كلم ملغم بسنواصل الثورة الحرب الديمقراطية والسلمية ضد المال الفاسد الأعلام الفاسد والتدخل الأجنبي نعلم في العلوم الفاسد نحن معنى معنى ولا مش معنى مش مهم ياسر أما الكلام هذا اللي هو يتكرر من 2014 نفس الكلام نفس الشعارات هي محاولة للتأجيج العاطفي من حزبكم نفس ديسكور للي اليوم وقت نلقاه حتى في نواية تصويت اليوم للحزب متاعكم في الانتخابات البلدية اللي انتم تدعيوا لها نلقاكم في أسفل الترتيب كل الأحزاب معناها اليوم في نسب متاعها ضعيفة برشا ونواية تصويت ضعيفة برشا هذا أبو بكر أمر يحسب لنا ولا يحسب علينا لأنه إحنا ما نتبعوش لصنداج باش نعرفوش نقوله وباش نعرفوش نيفكار ندفع عليها والتمسك بالمبدأ اللي هو ماهوش مبدأ تكتيكي هو مبدأ استراتيجي ماهيش مسألة سلبية بالعكس هذه مسألة تحسب لنا ولا تحسب علينا ولكن نكونوا حتى صفر أو حتى أقل من الصفر في الصنداج هذه ما بدأنا وأفكارنا نحن من اسم الانتخابات البلدية رغم من مارس 2012 واحنا وصار خلافنا بنا صار خلاف بنا وبين حكومة سيد حمد الجبالي حول مسألة الانتخابات البلدية وحن نعتبرو اللي تأجيل الانتخابات البلدية برغم اللي تأجيل كلمة ودية ما زالوا ما نعرفوش نحن وقت الانتخابات البلدية نحاو التاريخ فمنية لإلغاءها معناها في قبل الانتخابات التشريعية مش نرجع لك نقول لك الأفكار اللي نحكي عليها واللي ندافع عليها هي أفكار استراتيجية وهذا كعليش متبدلش بين عايش هي وضوحها منغضلش الصنداج ونقر أنا شو نبدلش ونحكي شو بنحكيش ربما في تقنية خطاب ثم تغييرات تقنية إلى خيره ولكن على مستوى التواجهة الكبرى هذي التواجهة الكبرى متاعنا من قبل وليوم وغدوة ونعتبروا أنه التمسك بيها أمر يحسب لنا هذي فضيلة مايش رذيلة مايش حاجة تحسب أعلينا يعنيش أحنا الحزب أو السياسيين اللي يبات في شان يصبح في شان آخر مايش نقول لك سيعدني أنه معنيها الخطاب هذا نفس الخطاب اللي يقول لك أنت اليوم جيت حط في روحك أنك المنقذ هذا ما تقدم نفسك أنك اليوم أحنا رأوا منصف المرزوجي وكل الناصر مع الموجودة معاه أنه نحنا اليوم ننجم وجين مش ننقذوا البلاد وقت لي أنت وقت لي كنت موجود في نفس المنظومة وكمنظومة كاملة البلاد عاشت أحلك الفترات متاحها معني اليوم عايشين على الأقل في فترة سلمية عايشين أنه ما فيمش عون في سياسي سمحني ما فيمش عون في سياسي ما فيمش إرهاب اليوم الإرهاب معنا طوى عام تقريبا الأمور مستقرة وهناك سيطرة على الوضع وهناك مجهودات صارت وكذلك نستقارن بين الفترة هذيك و الفترة هذي نحكي أنا شو نحسك موات شوف كانك تحكي على مسألة إرهاب وكل شي رأي أكثر الهجمات الإرهابية صارت بعد 2014 أكبر الهجمات الإرهابية بما فيه تفجير حفظ سوسة وبرد ومحفظ هنا خلينا ما ندخلوش في الموضوع هذي لأنه المقارنة حتى بعدد الشهداء وعدد المصابين ما هيش ما هيش في صالح الطرح هذي لكن نفهم أنك تقول أقتل تقول أنتم طرحين أنفسكم كمنقذين احنا عمرنا ما قول أنفسنا منقذين احنا نعتبروا أن التوانسة اللي قلبهم على البلاد والنجم يقول اللي قلبوا على البلاد في صف آخر ما ننفيش للوطنية أو الرغبة في الإصلاح على حزب أو على ناس في حزب آخر لا وإنما حكيت كيفاش نتصور أنا الإصلاح مصف مرزوقه بكلمك أنت مبكر قلت أنه مثل حوالي نصف الناخبين أو نصف أصوات التوانسة نصف الناس نصف التوانسة اللي يصوتو صوتوا بناء على هذه الأفكار أنه ثم منظومة لم تمتبعت اللي هي المنظومة القديمة ومنظومة لم تولد بعد اللي هي المنظومة الجديدة نفهم لي أنه هذا هذا التمشيم تاعكم في بداية حملة انتخابي شوف هو مصف مرزوقي وقت اللي شد الرئاسة الجمهورية من غدوة تكلم قلت له تعمل في حملة انتخابي وبالتالي هذا شوف عادي 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 طبيعي دي ما أنا لا أعتبرها تهمة لا 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 ميش تهمة بالإضافة إلى أن موسف مرزوقي منذ الانتخابات ومنذ تأسيس الحزب بالذات لم ينقطع على الاجتماعات الداخلية والشعبية أحنا قلنا أنه الوقت الآن يتطلب أن نخرج من الاجتماعات الداخلية وننطلق في لقاءات مع أوسع من المنخرطين ومن المناظر الحزب واجتماعات تكون مفتوح موسف مرزوقي يمشي في الإطار هذية التطوين البارح ويمشي لكل جهات البلاد ليعبر أعلى أراؤه أفكاره أعلى تخوفاته أعلى تناقضه مع المنظومة هذه وهذا بغض نظر المنظومة الحالية اللي فيها حركة النهضة اللي فيها مانه نفس المنظومة اللي كنتوا فيها لا لا طبعا جزء من المنظومة اللي تم كنتوا معها موجود اليوم شوف 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 حركة النهضة كتكون في منظومة رأيي مش تكون منظومة هذه كتكون نجيسة تطهرها حركة النهضة لا لا موجود نحب نفهم معناها شوف معناها حركة النهضة كانت في سياق سياسي معين غيرت أمورها غيرت سياق حركة النهضة تغيرت أنتم ولم تتغيروا والله هذا يبقى نقوله كتكون نجيسة أنتم وانتوما نستفيد طبعا طبعا أحنا على الأقل ما زلنا نعبر على أفكارنا بنفس الشجاعة بنفس الجذرية وبنفس الصرامة وبنفس القوة أحنا ما نش على سبيل المثال شوف موضوع قالوا المصارح على سبيل المثال الإداري مش شوف حاجو خلال مش شوف من أقسم على حماية الدستور هو اليوم أكبر مهدد له ساعين في الأثناء إلى توريط المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والعودة بها إلى ما قبل ثورة وهذا كليم يقول في تطوين بناء على ملف الكامور لا مش بشرطه لا بناء على ملف الكامور شوف قل تقول من أقسم على حماية الدستور هو أكبر مهدد له شكون اللي يقصد هنا يقصد باجي قائد سبسي نعم قتل باجي قائد سبسي ينتخب على أساس الدستور ويطلع في خطاب يقول أن الدستور هذا مش موافق عليه وبرش حويش فيها ما تجيش وما تمشيش وقتل الرئيس الجمهورية يطلع في خطاب رسمي أو في انترفيو كرئيس الجمهورية ويحكي على يسميهم مؤسسات دستورية يسميهم العزري أقوى من سيد وهذه يجب أن تنقص صلاحياته وما إلى ذلك وقتل الرئيس الجمهورية يقول النظام السياسي لكل مش عاجب ولهو تخل على أساسه وقتل الرئيس الجمهورية قرآن شوف قرآن في النظام الديمقراطي الدستور هو قرآن للأنظمة الديمقراطية وقرآن الأحزاب في النظام الديمقراطي على المستوى السياسي المدني قدش عانا من جمهورية في فرنسا مثلا صارتوا تغييف مش هذا يا تنقيح الدستور تنقيح النظام السياسي مش حرام ولكن الوقت اللي أنت بالنسبة لي مش معنى ها ديكتاتورية مش معنى ها لو عودة إلى النظام ها هو ربط منخف التحليل عاد منخف التحليل والعسكرية والقضائية والعودة بها إلى ما قبل الثور ترجموا لي في إجراءات ترجموا لي في إجراءات وقت اللي رئيس الجمهورية من اللي يطلع بعد بضعة أشهر يقول الدستور هذي مش موافق عليه وثم حويش مش عاجبتني فيه ونشوفه في الممارسة أحنا اللي في الدستور يعطي السلطة الأساسية في البلاد لرئيس الحكومة ونشوف كيف رئيس الجمهورية هو اللي يسقط الحكومة ويقيم الحكومة يظهر لي من نجمش ناثق برشا في أنه ما يقوله الباجي قايد السبزي حول الدستور الهدف منه هو بناء جمهورية أكثر ديمقراطية أنا نفهم منه وبالملموس أنه الهدف هو بناء شكلا جمهورية ولكن في بصلاحيات يمركزها في ديه وقت اللي نشوف أنا رئيس الجمهورية من كل مشاكل توانسة منذ ثلاث سنوات وهو حط قانونة هدايا ببدل شوية حط كذا وبعتلي عديه بكثير من الابتزاز لحلفاء السياسيين وفتحت جنح الظلام في 24 ساعة وبخرق لكل الإجراءات والنظام الداخل للمجلس وما إلى ذلك خلي هاي الوقتية تحكم خلي هاي الوقتية تحكم أنا أنا سياسي وعندي الحق باش نعتبر أنه هذا القانون حتى كان وفقت عليه لا يقال الوقتية هذا لا يصادر لحقي في اعتباري أن هذا القانون الهدف منه السيدة مش مكافأة الذين أجرموا في حق الملعب ولا في حق أرعوا عندما تقول خلقك أنا نعتبر هذي عقاب للموظفين اللي خدموا مستويين اللي خدموا باحترام القانون سمى السيدة أحمد الصواب عمل تحدي قال أنا نتحدى رئاس جمهورية تخرج للقائمة متاع الناس المستفيدة من القانون هذا طيب نلقاوا منهم الناس هذو منهم القائمة هذي 16 وزير في حكومة الشهد 13 بخلاف الناس الأخرى طيب نلقاوا 150 هذو هما اللي سلموا في أملاك الدولة بالمليم الرمزي لمشاريع مشبوهة هما اللي فكوا أملاك الدولة واعتووها لمشاريع خاصة للرئيس وعائلة الرئيس ومو بضغط شبه ضغط شوف تقول لي الضغط الضغط مهوش أليبية راه أنت تحترم القانون ثم اللي ما يحترمش القانون ويحترم التعليمات فوق القانون يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته وبالتالي مهوش أليبية هذي باي حاجة أخرى هالموظفين اللي بتاع المستقبل هذو ما شنو الرسالة اللي بيش تعطيها لهم تقول لهم أعمل ومخفخ لكم ما ولاكم بتاو يخرج قانون أنا نعتبره هذا قانون عفو تشريعي خاص على من تورطه في خرق القانون وفي تفقير الدولة وفي الإضرار بمصلحة الإدارة باش رعطيك مثل أخ باي مسألت المكلف العام بنزاعة الدولة وآلاف القضايا اللي المذنبين فيها جاوا من أجل المصالحة طيب والمكلف العام بنزاعة الدولة يعني رئاسة الحكومة يعني المنظومة هذية ما جاتش وما طالبتش بحقوق الدولة اللي هم مؤتمنين عليها ماذا أسمي هذا؟ قلت كليم قال يحتقرونكم دعوة للشعب للتحرك ونضال الطبقة يحتقرونكم يحتقروننا إنهم يعتبرون أن سلطة فيهم ورثة وغريزة ونحن حفنة من المواطنين يسخونكم كالقطيع كذا نوع من التحريض على جهة غير معلومة وكانوا على كل اليوم المنظومة الموجودة اليوم دعوة للتحرك ضدهم وفيها نوع من فما نوع من الكرهم يعني هولا النقمة على جهة غير معلومة وهذه المشكلة في الختاب براكس هذا الحل مش المشكلة مش المشكلة أنت تعتقد ذلك ولكن الكلام هذا في شيء من التحريض شوف كل عمل معارضة في الأنظمة الديمقراطية يقوم على نقد السلطة والتحريض عليها تحريض عليها بالأسلوب الديمقراطية هنا فرق بين أنك تحرض من أجل إثارة العنف وتحرض من أجل أن الناس تخدم مصيرها بيديها وتطالب بحقوقها الدستورية وباحترام القوانين وما إلى ذلك وبالتالي كلمة تحريض بكر رأي تحتوي الكثير على الأقل الزوز شو عببت على المعاني هذو كرئيس حزب سياسي وكزعيم معارض مش مصفر مرزوقي فقط كل زعماء المعارض محمد همامي كتكلم مؤخرا بجي قايت سيب سأعتبره يحرض بل اعتبره فاسقا هنا نحيل تنرجع له جزء من الكلام اللي كنت تقرأ فيه سيادتك وقتلي رئيس الجمهورية يتهموا أو يشتم واحد من زعماء المعارض بتلك الطريقة هذا لا يت لا لا يا ابو بكر مصفر مرزوق قضيته غير شخصية مش قضية شخصية قضيته شخصية لا مش قضية شخصية مصفر مرزوقي مش قضية شخصية بسAir السلطت قضية شخصية ومحبة الكرسي هذه ما يتقل عليها محبة الكرسي قضية شخصية قضيةằng محبة الكرسي كان بشتقال أخر واحد هتتقل عليه ومس برزقي ننتصر أو ننتصر ما هيش متى واحد مش متمسك بالكرسي لن نقبل بنتاج للانتخابات وتشكيك فيها خليني عدنا تاوك خليني نجاوبك جاوبني على التحريف هنا شكول قاعد يحرض بطريقة فيها الكثير من عدم المسئولية رئيس الجمهورية حرض نرجع لكلام رئيس الجمهورية على الكثير من جهات البلاد وما قالوا في الحملت الانتخابية هو رئيس الجمهورية من دوره التحريف على الحرافات على عملية وعد وقتل الدستور بالتدريج على عملية قتل المؤسسة الديمقراطية في سياق ديمقراطي أين الاحتقار تقول يحتقرونا السلطة القايمة يحكي على كامل المنظومة منظومة هذه الكل الموجودة اليوم كلهم يحتقرونكم كل كل منهم هذه المنظومة لا 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 المنظومة هذه الموجودة اليوم الكل القايمة في البلاد بمؤسساتها بكل طوله سيستام اللي انتو ما تحطوا رويحكم وكأنكم تحبوا تقولوا هذا كل مرة يحقروكم يعتبروكم حتى شي وما تسويوا شي ويخدموا بكم هذي المعنى دوك شحبت تقول يراني أنا مشيت لتطوين باش نهيجهم وغدوا ماشي للقسرين باش نحاول نهيجهم وبك حكاية تهيجهم وحكاية تحريض وحكاية كذا مع تقديري أنك هذه خدمتك تخدم تخدم على روحك فهمتني تنقل انطباعات عكس انطباعات الضيف لكن أنا نعتبر أنه الليكسيك هذا الكل هالمعجم هذا الكل متع فترة الاستبداد مش متع فترة نزال ديمقراطي مش متع فترة أنه الأحزاب وزعماء الأحزاب والمعارضة تقولوا ما تريد طالما كان الأمر باحترام الدستور وباحترام طريقة الوصول للحكم والخروج منه ونصف مرزوكي يقوم بدوره في التحريض على المنظومة هذية كزعيم سياسي ولكن تحريض في إطار المنظومة الديمقراطية وهذا حقه با وقت اللي نجيك أنا السلوك المنظومة هذية شنو في المنظومة هذية السلوك اللي تنجم تشتم منه احترام للتوانسة وقت اللي تشوف أنا الوضعية متاع البلديات ما نبعدش بعيد في النسكر أنا أنا نخرج البوبالة نهار من داري نهار نلقى البوبالة بتاع البلدي نهار ما نلقاهاش ما نحكيش على اليوم في الصباحة تلمطار في سوسة وفي غير سوسة وفي الطريقة وفي تونس وما إلى ذلك وقت اللي جي انت في وضعية كما هيك وليه اعتباراتك الحزبية تقر إلغاء أو تأجيل انتخابات البلدية شنو هذا قدر في التوانسة والاحتقار للتوانسة الناس هالي تعتبر أنه تسطور وقوانين تقاعد تعمل في نوع من القراءة ليكلم منصف المرزوجي كما تره أنت منصف المرزوجي يحكي على الحجرة هذه الكلمة يحكي على الحجرة أنك أنت ما تسوى شي كمواطن في عينين هالمنظومة هالي أنت ما تسوى شي منصف المرزوجي يعرف أنه الشعب التونسي شعب عاطفي شعب كما قال هو السدج فيه ناس من السدجين لذلك الكلام العاطفي يمسهم يحركهم ولكن فيه في المقابل لم يعطي حلا ما يعطيك حتى حل ما يعطيك حتى رؤية لتونس ما يعطيك حتى مشروع لتونس ما يعطيك حتى حتى معناها إصلاح يحب يعملوا لإنقاذ الوضعية السوالسلوية على الأقل يا أخو يحترم الدستور أنت عندك دولة ما زالت وقت اللي تخنى احنا في منطق أنها تسيب النفوذ وتسيب القرار البلدي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الأقاليم للناس قاعدت بالدستور ولأنه البلدان المتقدمة لكل عملت هذا وبهذا نجحت لأنها شركت الناس في القرار وفي إدارة شؤونها المحلية وفي التصرف في ميزانيات التنمية وما إلى ذلك هذا المنظومة هذه قاعدت تحب ترجع لأمور التالي بمزيد من مركز القرار بتحديد كل شيء على مستوى المركز وقت اللي نحكي أنا على أفكاري أنا هي تطبيق دستور هو الباب السبعمة الدستور هذا باب قابل باش يحل أبواب كبيرة للتنمية التوانسة هذا ماش فكرة ماش يبش فكرة من خرج الدستور مصف مزوقي وقت المصف مزوقي يدعو إلى أنه المؤسسة الدستورية هنكمل لك يا أبو بكر أنت شنية مالك ماش فكرة هي فكرة متروحة وقالها الدستور يتبقى وقالها الدستور أما هل أنه تعتبر يعتبر مصف مرزوقي في ذنو أنه انتخابات البلدية باش تحل المشكل أي يعتبر مصف مرزوقي يعتبر أنه انتخابات بلدية باش تحل باش تحل بالمياه من التنمية للجهات يا أبو بكر أهو بير أنا يا سيدي ما طلبش عليك حاجة كبيرة طالب عليك احترام الدستور اللي أنت وصلك للسلطة وتعاهرت وأقسمت على احترامه والدستور هذا يعطي للجانب للمحليات دور في الاشتراف على شؤونها بنفسها وتحديد توجه التنمية في الأمور المحلي أنا ما طالب إلا تطبيق الدستور طالب استكمال بناء المؤسسد الدستوري طالب وقتلي صير خلافات بناتنا ثم هياك الدستورية فين المحكمة الدستورية من يوعبت الانشاء المحكمة شفت الباقنا بتاع المرسل أعلى القضاء أين الحجرة للشعب أين الحجرة للشعب تعرف أكبر حجرة شي للشعب وقتلي الشعب يدخل في انتخابات ويصبر باش تعمل دستور وتوصل أنت بالدستور هذاك وتعديه عليه وتقوله لا أنا نحب نبدل نظام السياسي والدستور هذا يساعد ليش مثلا الاستدغاف أكبر حقر الاستدغاف هذه عملية استدغاف للتوانسة هي هي استدغاف للتوانسة هذه عملية تحيل أنا بعد انتخابات مباشرة نجيتك لهنا يا أبو بكر قلتلك هذو بلاس متحيلين وقتلي أنت يطلع رئيس الحملة الانتخابية متاعك ويقول أنا لو كانت انتخب المرشح متاعي بجيبك مياه وخمسة وعشرين يا أبو قلب مليار دولار في خمس سنوات معناها قداش يجيوا يجيوا مليار دينار مليار دينار باهي مثال مليار دينار جاش هالخمس هاو ثلاثة سنين جاش الخمس في ثلاثة سنين وقتلي انت تقول باش نعمل ثمانية ميات كيلومتر وانت بزلت واحد ما بين الصخيرة وما بين وما بين جابس هنا ما نجمش أنا نعتبر إلا أنك عدتها ليا أنا مواطن توا انت عدت علي أنا دوري توا كمعارف سياسي نقول التوانسة أراهوا يستدخفوا فيكم أراهوا يحصلوا فيكم أراهم يكذبوا عليكم أراهوا وقتل يقولوا أحب نحترموا الحقوق والحريات أراهم يكذبوا عادنان منصر رئيس الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة منصر مرزوجي قال التدخل الأجنبي وحكي على الدولة الإيماناتية تحاول ضرب الشعب العربي في كل مكان ويحكي حتى على تونس تدخل الأجنبي في تونس ويحكي على تدخل الدولة الإيماناتية قال الثورة حصلت والثورة ليست فقط حكما بل الثورة من أجل ديمقراطية ونحافظ على ما جاء في الدستور يحكي ولك أنه هناك تدخل أجنبي في تونس وهو متهم بالولاء أيضا لدولة قطر مثلا وهو داخل في هذا ممكن التنافس بين دول أجنبية على سيطرة على شمال إفريقيا ولا التواجد في شمال إفريقيا هل معناها اتهام الآخرين بما ينسبوا إليه شوف ما ثم في الاتهام نرجم أنا نتهم وانت تتهم أنا نقوم على اتهام يقوم على معطيات مادية صحيحة وانت اتهامك يقوم على موقف سياسي أو انطباع أحنا لو كان جينا يا أخي طوى العملاء وقت اللي يختموا يا أخي بيصوروا شي يرسل الله عملاء قطر صوروا برشرة بشوية ساعة مش نحن على كل حال حتى كان جينا عملاء أرى نصور نحو يجل رواحاتنا ما نعرفش لا حاد لا نجم نثبت فيك لا باي ثبت أبدأ بنحنا أبدأ بنحنا يودي هاوك عندك سي شوقي يودي موجود والهياكل موجودة وسي يوصف الشاهد أعلى الحرب سي يورينا اش عن يورينا اش عن بي عاد احنا اكثر اكثر ناس متهمة بالولاء القطر هي في الحكم الآن صحيح ولا مصحيح حركتنا متهمين انا مريد شي حتى تومزد لا أكذب ولا أبر في الجزيرة حتول جدي عليكم موسف مرزوق يقلو يخلص من الجزيرة لا لا مش يخلص مش يخلص مش يخلص معني مقالات هو رأي زمورية تنشر ينشرها في الجزيرة ينشرها أنا نشرط في الجزيرة وفي غير الجزيرة بل ومستعد نعاود ننشر عادي بلاتفارم ما اللي ينشر فيها في باست ولا ينشر في العربي في العربي الجديد ولا ينشر فيك هذها عملات أو هذها كلام يا رسول الله لا 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 أنا ديما نحكي ما عندي حتى أسس يا رسول الله بش يخدم معه بش يفز صمعته بالعمالة ما هو على الأقل يصور رح ويجي ليه والصغيرات ونرخ تعلق العمالة السياسية من أجل العودة لسلج الحكم بقطر بش ترجع الحكم تو ذك لاما عده هو كان عمالة ما هو يمشي اللي مرات تو توصلوا كان حاشتوا بالعمالة هو كان ببيع روح وطو يمشي اللي مرات توصلوا توصلوا را يمو وصلت غيروا شكرا